موسيقى يعني بالفعل الإطاع قنية رائعة جدا من تصميم ريم السبوعي رح نتعرف عليها وعلى تصميمها بيها الفقرة سباح الخير ريم بحالك عملالك أجواء مناسبة لهالإطاع الفنية الرائعة أهلا سهلا بك ريم حكي لنا قديش إليك بمجال التصميم للنحاسيات وأيضا الخشبيات عندك نحاس وخشب أنا إلي بهذا المجال أربع سنوات أربع سنوات أول ما بلشت بلشت باللوحات الخشبية كانت هي عبارة عن آيات قرآنية آيات من الخط العربي حالو بعدين توسعنا فيها لمجال البوكسس صواني وبرضه حافظنا على نفس الطراز وهو الحفر باليدوي وأشياء خشبية بعدين دخلنا فكرة الفونيس النحاسية حلو عندنا إياها مضاءة فيه كمان نفس الشي أنه داخل فيها الخط العربي ونفس الشي آيات قرآنية يعني هاي عندها قل هو الله أحد قل أعوذ برب الناس طب خلينا إحنا عشان صراحة كل قطع لازم تاخد حقها القطع اللي عم نشوفها هل على الشاشة هاي الصواني النحاسية هي كلها هاندميد تصاميم خاصة بفكرة فكرة اللي هي اسم البرانس تاعتي نعم محفورة باليد هذا كله شغل كله شغل يدوي في عنا خلينا نكمل عم نحكي على هون مثلا هيك قطعة قدش بياخد منها شغل ريم يعني هاي مش أقل من عشر أيام لخمسة عشر يوم حلو بعدين عم بلاحظ الدرجة هلا راح نشوف الاطعة الثانية الدرجة انتي مستخدميتها للنحاسيات مختلفة يعني انتي حبيت تتميز حتى بدرجة اللون مظبوط هيب تعودين للنحاسي الانحاسي احنا عنا صح مظبوط وفي عنا اللون السلبر وفي عنا اللون مش موجود هو حاليا الروز جولد الروز جولد كمان عمليتم طيب هاي القطعة برضو بتيجي الإضاءة منها وفيها اللي عم نشوفها الفوانيس مظبوط هاي القطعة إضاءتها منها وفيها وفيه اشياء مفرغة احنا ما تركناها مفرغة كلها حبينا ندخل فيها اشي جديد اللي هو الكريستال دخلك كريستالات فيها مظبوط بعدين اقولك هلا احنا عم نشوف بهاي الفقرات او منكتر من الفقرات الزينة رمضان زينة رمضان انتي عم تعملي فوانيس بطريقة انه ممكن حدا يحكي لك اشي هاي الاطعم يعني غريب حتى بسيطة تغيير عن الاشي التأليدي اللي احنا كنا متعارفين عليه فصارت احبان ندخل اشياء جديدة واشياء خاصة فينا طبعا واطع مميزة الاطعال اللي هلا عم نستعرضها صراحة هي من اجمل الاطعال موجودة معك الفانوسة الكبيرة ايش مكتوب كمان عليه هذا قل اعوذ برب الناس وهذا كله ما شقول حكتيلي في مصر كله بمصر بس التصميم منا يعني احنا بنبعت له اياه وبينفذنا اياها حالو يعني اشي كستمر ليش اخترتي مصر بشو بتتميز بالنحاسيات صراحة انحاسياتهم نظافة الانحاس لكواليتي تاعتها نفسها وحرفية بالحفر كله دقيق كتير حلو طيب بالنسبة مثلا لما تشتغلي تيجي على خشب او تصمم ايش خشب بيختلف تختلف الفكرة نفسها لما تيجي تطبيقها على النحاس اكيد طبعا هلا هذا كله شغل ايد الخشب نحنا نرسم التصميم بس هو بتم تنفيذه عن طريق ماكنة اسمها سيانسي هي اللي بتقصه بالليزر حلو اوكي والتصميم منك انتي ولا بتحب تطلع على تصميم لا مني انا مني انا بمساعدة زوجي طبعا والله الله يخليكم الله طيب لكل الحافب يتواصل معك كارييم كيف بانك خلال من خلال النا صفحة على الفيسبوك اسمها فكرة فكرة والانستجرام نفس الاشي فكرة ومن خلال التواصل عبر الواتساب رسائل نصية في عنا توصيل وغالبا ما بنشارك في بزارات نحنا حاليا موجودين بفندق بريستل حلو اذا بالبزارات وبرضو على السوشال ميديا ليش فكرة سميتي مشروعك حبيتها يعني هي اشي فكرة بلشت انه انا اجاني عبارة عن فريم وحبيت ادخل هذا الاشي موجود بالاردن يكون اشياء مميزة فهي بلشت بفكرة وكبرناها يعني اجالك انتي فريم يمكن اجاني هدية ادخل عليه ما كان موجود وصار مشروع خاص فيي حلو الناس شو عم بيحكولك لانه عن جد قطعك صراحة يعني ما في حدا ما بيشوفها إلا بيحكي لقطع مميزة فيه الشمع كمان نفس الاشي كمان تعملي الشمع نفس الايات مظبوط حلو بشكل عام حكيتين الناس عم بتحب الاطع اللي عم بتقدميها عم تشتغلي لحالك ولا وصلت لمرحلة انه عم بيكون في كتير طلبات تحتاجي مثلا ايدي لا مبدأيا الشغل يعني في عندي فريق احنا فريق وعندي مشغل خاص بي بي بيتي ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك الله يساعدك بالفعل ايطاع حلوة مناسبة كمان منقدر نحكي للشهر الفضيل طرفي مش بس للشهر الفضيل يعني احنا منحب دائما الطابع الشرقي في بيوت الكلاسيكي فبحث هاي الاطاع عن جد ماستر فيس بدك ونحنا كل موسم إلو أشياء خاصة فيه مش بس هيك لقادم كمان أشياء لكل حابة يتواصل معني مشروعها اسمه فكرة على السوشال ميديا رح ننتقل معكم نرجع لمطبخ رؤية كانت موجودة معنا مبارح هانيا عربتاوي وطريقة تحضير سريعة منذكركم فيها